وفي تداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل اشترط برلمان وقليم كردستان عدم استقطاع النفقات السيادية لموافقته على الحصة المقررة للإقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل وجاء في تقرير صادر عن اللجنة المالية في برلمان كردستان أنه إذا لم توافق بغداد على دفع 17% من الموازنة لإقليم كردستان فيجب على الإقليم التمسك بأن تكون نسبة 12.67% من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها وأوضح التقرير أنه بذلك ستبلغ حصة إقليم كردستان 3 تريليونات دينار في حين أن دفع نسبة 17% من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية يعني إرسال 11 تريليون دينار للإقليم